كشف نايبو المدير العام لمنظمة الغذية والزراعة الفاو مابوريتسيو مارتينا أن العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في تدمير صناعة السمكية وهي مصدر رزق حيوي لأكثر من مات ألف شخص وإلحاق الضرار بما يقرب من نصف الأراضي الصالحة للزراعة في غزة المسؤول الأممي وفي كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة قال إن عضوان الكيان تسبب أيضا في تدمير أكثر من ربع أبار غزة ما يؤثر بشكل كبير على توفر المياه في شمال غزة ومدينة غزة مشيرا إلى أن ضرر الملحق بالبنية تحتية الزراعية واسع النطاق لتكون مزارع الأغنام والألبان الأكثر تضررا تأثرت سلسلة الإمدادات الغذائية بأكمالها جراء الحرب كما أثر نقص الوقود وانقطاع الكهرباء بشكل كبير على أنظمة الأغذية الزراعية والبنية التحتية للمياه ومحطات التهلية حوالي 97% من المياه الجوفية غير صالحة للاستهلاك البشري إن إحدى الأولويات الحسمة هي استعادة الوصول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة وإلى جميع المحتاجين إلى المساعدة المنقذة للحياة